يهلا بالغوالي أحلى متابعين متابعين قناة كول في الفيديو تابعنا لليوم رح نعرض لكم طريقة الزراعة والإكثار من نبتة لدراجون فروت فاكهة التنين هذه فاكهة اللذيذة الطيبة كثير في عنا أشجار بتلاقيها أو نبتات من فاكهة التنين اليوم نعرض لكم طريقة الإكثار منها وزراعتها باخد في البداية من الشجرة الأم بعض من هذه الأوراق هي عبارة عن أوراق للعلم أو عقل خلينا نحكي عنها باخذ هذه العقل بصير عنا هيك هاي العقل موجودة عنا طبعا نبقى عمار مختلفة معظمها معظمها عمرها تقريبا ست شهور تقريبا بجي بأجي من الأسفل من الأسفل من العقلة نبدأ في هذه العقلة مثلا بزيل الجزء السفلي من هون بزيل الورقة الورقة بس لاحظوا بهذه الطريقة بدي أبين الخشب هاي الخشب لأنه الجذور بتنمو عندك من وين من الخشب من هون وبالمناسبة يمكنكم الاكثار منها بأي وقت أي وقت في السنة بإمكانكم القيام بهذه العملية هذه الطريقة للعلم الاحترافية بزراعتها هيك أنا بيّنت الخشب لاحظوا كيف صارت عندي هيك جاهزة هذه للزراعة نعمل التانيات صارنا لنا جاهزات الآن بجيب التربة هذه التربة الموجودة عندنا تربة خفيفة نصها تقريبا بيتموس والباقي رمل معطين للعلم بإمكانكم الزراعة بأي تربة متواجدة عندك بتفضل كمان التربة الرملية للعلم التربة الرملية ممتازة لأشتال دراجونوفروت بس أنت حط نسبة بيتموس يعني مثلا ممكن تحط 50% رمل 50% بيتموس أو مثلا 40% بيتموس والباقي 60% 40% رمل و20% تربة أو تربة طينية ومع القليل من السماد العضوي هذه خلطة ممتازة لزراعتها على أي حال على أي حال ما تخلي التربة عائق إلى أكل زراعتها بإمكانك بأي تربة زراعة بجيب العقلة هاي العقلة بحاول أغرس ثلثها السفلي في التربة يعني من هذا الجزء تقريبا لهون في التربة بواسطها في الوسط وبغرسها وبضغط عليها بضغط مع التربة هيك شوي بضغط هيك أنا زراعتها الآن غرستهم الثلاث أشتال الآن برويهم برطبهم بالماء كمية الراي ما تكون كثير عالية كمية متوسطة بعد هيك بكون الراي عندنا عند ملاحظة جفاف سطح التربة تقريبا بشكل كامل يعني نحكي بمتوسط كل أسبوع مرة الآن انتهت من الراي ضع هذه النباتات بمنطقة شبه مضللة شمس مغربلة بين الأشجار منطقة ابتصلها شمس الصباح هذه الأجواء كلها مناسبة لهذه الأشتال حكيت لكم بأي وقت بإمكانكم زراعتها تقريبا تبدأ بنمو الجذور تقريبا أربعة أسابيع متوسط أربعة أسابيع مش أقل تبدأ بنمو الجذور بعد تقريبا ثلاث شهور راح تصير عندك بهذا الشكل راح تصير عندك برضو النموات تبدأ عندك بالنمو بعد ثلاث شهور خلينا نعرض لكم مثلا الجذور في هذه النبتة لاحظوا بنفس الطريقة لاحظوا الجذور جذورها قوية لا بأس جيدة للعلم تبدأ هذه الشتلات الموجودة عندنا تبدأ بالإثمار بمتوسط تقريبا سنتين يعني إذا أنت زرعتها من العقل لدراجون وفروت بهذه الطريقة من الآن بعد سنتين إن شاء الله بتبدأ عندك بالإظهار بإظهار جيد تبدأ عندك بالإظهار وبالإثمار طبعا سبقوا عرضنا طريقة العناية والرعاية وتجهيز شتلات لدراجون وفروت للإثمار تعبوا هذا الفيديو أيضا بالأعلى كثير راح يفيدكم هذا الفيديو هذا تقريبا كل ما يهمكم عن زراعة وإكثار نبتة لدراجون وفروت أو فاكهة التنين ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منها كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته